بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشر في مرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا شباب. اهبركم ايه? يا رب تكونوا بخير وارب تكونوا استفادته من التلات محاضرات اللي فاتوا. ويريد تكونوا بتسمعوا طبعا الفيديو ما بذكرهش بس من الباوربوينت لان طبعا الشرح بيفرق جامد. للفهم طبعا اكتر عشان ممكن ان اخر السنة يبقى وبتاع فهيجي طبعا في فهم اكتر من ان كنت تبقى مجرد حافز يعني. هفكركم بسرعة كده ان شاء الله احنا المرة الفاتت اه في اخر المحاضرة بدأنا هنتكلم عن بعد مش كده اه عشان نقولها كلها على بعض والناس تركز فيها اخر جزء كده هنشرحه مع بعض تاني. طبعا ليه احنا بنتكلم في اللانج فوليوم وفي اللانج كاباستيز. آآ لان عارفين بعد كبه هم نتكلم في الاكسرساس كونديشننج. عشان عايزين ايه? آآ نطلع او نبعد عن الاساس بتاع الكورس بتاعنا. واللو احنا بنفهم يعني ايه اكسرساس كونديشننج يعني ايه اكسرساس فسولوجي. مننا ممكن ناس تكون شغالة في نوادي اه وتعمل اه في الشغالة في السبورت انجري شغالة في الريابليتيشن. حتى في عياداتنا آآ المفروض لو احنا بتشتغل شغل علاقة طبيعي صح بيجينا ناس بيجينا آآ هميباريسيز حتى لو هو آآ اوبيز وانا عايز اعمله اكسرسايز ترينيج مفروض ان الاكسرسايز ترينيج يتعمل على بيزيز. مفروض ان انا نكون فاهم يعني ايه اكسرسايز وعني اكسرسايز فسولوجي. بفروض ان انا طبعا زي ما انتوا عارفين ان معزم الناس اللي هتجينا عندها وعندها 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 بروبلم. بفروض ان اكون فاهم انا بعمل ايه بالاكسرسايز وايه الافكت بتاع الاكسرسايز بالزبط. مش هبقى شغال زي التربية الراضية مجرد بس ايه آآ آآ مصل ترينيج وخلاص ومعرفش هو ده هيعمل ايه بالزبط. وطبعا آآ زي ما اتفقنا في اول محاضرة قلنا اهمية الكارتب الموندر سيستيم للمسكول سيستيم وتهالي الحمد والله فهمت الجزئي دي جدا ان معظم آآ المصل بتاعتي انا محتاج اكسجين فور ده مسل فور سورسس اف انيرجي وبالتالي مين اللي هيعمل للاكسجين ده الكارتب الموندر سيستيم. لو في مشكلة في الكارتب الموندر سيستيم عمري ما اقدر اعمل ولا ولا اي حاجة. مشكلة بسيطة جدا حتى لو بس هايبرتينشن. فطبعا عشان كده بدأنا نتكلم آآ عن والفصولوجي بتاع الهارت والفصولوجي بتاع اللونج. وازاي بيحصل جهاز اكتشينج وبدأنا نتكلم على على فكلمنا جزء المرة اللي فاتت. فعايزين كده نقضوا من الاول بسرعة. علشان آآ نتبقى المعلومة كاملة في نفس السيشن او في نفس الاعداء اللي انت بتعودها على الكمبيوتر. كويس. آآ زي ما قلنا المرة اللي فاتتة هقول بسرعة بقى ان الجزء ايدي نقولت اللونج فوليوم قلتها بسرعة. آآ قلنا ان انا عندي بالنسبة لللونج فوليوم في عندي فور فوليوم وعندي فور كباستيز. الكباستيز طبعا اكبر من الفوليوم يعني دائما الكباستيز بتكون اتنين فوليوم او ثلاثة فوليوم او اربعة فوليوم آآ مجموعين على بعض. طيب آآ هناخد اول حاجة في اللونج فوليوم اللي احنا قلناها المرة الفاتت اللي هو الطايدة الفوليوم شرحناها كويس ومثلنا قلنا الطايدة الفوليوم ايه انت مفهود بقى تراجعوا معايا بسرعة الطايدة الفوليوم اللي انا لما اكون قاعد في الريستنج بوزيشن قاعد بتفرج على التلفزيون باخد نفس عادي وبخرج نفس عادي او نايم او ما بعملش اي مجهود باخد النفس العادي واخرج النفس العادي اللي هو اسمه ايه اسمه طايدة الفوليوم يبقى لما اجعرفه هقول هو الفوليوم of air that inspired او can inspired or expired during normal quiet breathing ندب اخد بالي من كل كلمة في الديفينيشن لانها تفرق في الامتحان واي كلمة هتختلف هتبدين ديفينيشن تاني بتاع فوليوم تاني يبقى الفوليوم of air inspired or expired during normal quiet breathing وانا قاعد كده باخد طايدة الفوليوم وبخرج طايدة الفوليوم واتفقنا المرة اللي فاتت اني ان الخمسمائة ميليليتر اللي همه الطايدة الفوليوم اللي داخلين في الانسبيريشن غير اللي خارجين في الانسبيريشن وفيهمناها فيهمناها كويس جدا انما قلنا الهاوى اللي موجود في العربية مبارح غير النهاردة لكن الحجم ثابت صح كده فانا بيدخل اه خمسمائة ميليليتر محملين بالاكشيجين اكتر وبيخرج خمسمائة من اللي كانوا جوه اللي اللي تحملوا بالكاربون داكسايد يخرجوا داخل حجم خرج مكانه ايه خرج مكانه حجم تاني طيب بيبقى الطايدة الفوليوم وحتى هتلاقيه ان هو اقل واحد فيهم اهو اللي بيلعبوا قدامكم ده كده ده الطايدة الفوليوم هتلاقوا كده فيه بتاع الاسبايرومتر نحنقول بعد كده انا كده بعرف يا شباب بعرف الفوليوم والكاباستيز لكن هقول بعد كده بقى ازاق انا بدي اردن للمريض يعمل ايه علشان ايس الحاجات دي حلو وقلنا ان الطايدة الفوليوم اني سيت افكركم انه يتحضروا اه ورقة او قلم قدامكم انه فيه ممكن بعض الحاجات ما تبقاش مكتوبة في السلايد فهقولها بشويش عشان تكتبوها وتبقى المعلومة ايه كاملة عندكم جميل وقلنا الطايدة الفوليوم حوالي خمسمائة مليليتر طيب ايه تاني يا شباب قلنا حاجة اسمها انسبايراتوري ريزيرف فوليوم انسبايراتوري ريزيرف فوليوم دايما نفهم ونحفظ بسهولة انسبايراتوري يبقى حاجة اسناء الانسبايرش ريزيرف ريزيرف يعني حاجة متحوشها برا الشارع او اه هدخلها جوه او الرئة هتبقى عندها قدرة انها تدخلها ساعة اللزوم زي ما بقول مسلا انا في البيت عندي عشر تلاف جنيه حاطتهم لكن في مسلا خمسين الف جنيه في البنك وده اسمه الريزيرف برا البيت لما حبا ااخده اروح اسحابه خلاص كويس اه فانسبايراتوري ريزيرف فوليوم قلنا تعريفه ايه يا شباب قلنا هو الماكس من فوليوم اف اير ذات كان كلمة كان دي معناها ان تحت قرطي يعني انا اقدر انا لا انا بقدر ادخله يبقى الماكس من فوليوم اف اير ذات كان بي انسبايرد افطر نورمال طايدل انسبايراشي فعني كل واحد كده ايه نجيع بظاهر الورا انا بقولها بصورة علشان انا شعر احطها كويس مرة اللي فاتف بعد لما باخده الخمسمائة ملي بتوع الانسبايراشي انا الرئة بتأتي عندها قدرة ان انا اسحب كمان حاجة اسمها انسبايراتوري زي يقول انه شاب هناها المرة اللي فاتت بالشيشة باخد نفس جامد او عشان اسحب للأسف السم اللي موجود فين اه في الشيشة لكن انا قلت بقى انا ليه انا عايز افهم الموضوع ده لان انسبايراتوري هو ده اللي انا بسحبه فين لما كون بعمل او تخيالوا لو الرئة بتاعتي ما عندهاش الكدرة او فيها مشكلة وعندهاش الكدرة ان هي تسحب اه الكمية الكبيرة من الاكشوجين او من الاير دورنج الاكسرسايز بالتالي مش هقدر عامل اي اكسرسايز تريني شفت انا بقى بقول الحاجات دي ليه لانه ده البازز بتاع الاكسرسايز يبقى تاني انسبايراتوري هو الماكسيمون سيidoresيفو الاو آپامونا وانا طبعا بحب السي знает لانه مش الموضوع اهو مش عامودي اه اه caffeine او اكتبقى man انه بعد الله بدهت قليل او اه اور انهال الاصخدب او راهز لانه judgement حجم الهوى ده مش موجود جوى الرئة ده حجم الهوى ده موجود في الشارع موجود في الخزنة موجود في البنك لما اجي اعمل او اطلع على السلم او اعمل مجهود يتطلب اوكشجين زيادة لازم ادخل هوى زيادة يروح ساحب انا كمية اخد ديب بريفنج واخد كمية الهوى الكبيرة دي تاني علشان تبقى محملة باكشجين اكتر وبالتالي استفاد بيه في المسل وورك اللي انا عمره يبقى اثناء اثناء الكويت بريفنج التلات تلاف ميليليتر بتوع الانسبيراتري ريزيرف فوليوم دول موجودين في الشارع مش موجودين داخل الرئة وفهمناها المرة الفاتت الحمد لله اهو ادي الانسبيراتري ريزيرف فوليوم بيلفة حواليكو هو قدام عينيكو طيب ايه تاني قلنا اكسبيراتري ريزيرف فوليوم من اسمها يعني حاجة هتطلع من جوه الرئة البرة طب برضو يعني معناه مش موجود او 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 طيب وده قلنا هنستفاد منه في ايه برضو لما يكون بعمل انا هسحب تلات تلاف محملين بالاكشجين والتاني لازم اطلع برضو حجم كبير بعد كده يطلع محمل بالكاربال باكسان يبقى الديفينيشن اف اكسبيراتري ريزيرف فوليوم عليش انا اه عامل في السلايد العلامة المائية دي للاسف يعني في ناس بتاخد الباور بوينت اه اه وينسبون نفسيهم وكده مش من نقنتوا يعني من بعد الدقيات ريان فمعليش هتلاقوا في علامة سمائية كده اه دقيقوا شوية فاكسبيراتري ريزيرف فوليوم هو الايه الماكسموم فوليوم اف اير زات كان بي اكسبير افتر كوايت اكسبيراشن احنا قلنا الانسبيراتري ريزيرف فوليوم اللي كان قبليه حجم الهوى اللي اقدر ادخله بعد 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 ده حجم الهوى اللي اقدر اخرجه بعد ها بعد المخرج الخمسمية طبعا التلات تلاف برا اصلا حلو كده ده حوالي اديها شباب حوالي من الف ومية ل الف وماتين ميليليتر يبقى تاني هو الاكسبيراتري ريزيرف فوليوم هو او ماكسموم او ماكسموم اف اير دات كان بي اكسبير اه طبعا باي ديب اكسبيراشن افتر كوايت اكسبيراشن يعني خلينا نمثلها تاني بسرعة كده عشان الناس اللي تراجعوا بسرعة اهو انا باخد كوايت انسبيراشن عادي كل واحد ياخد نفس عادي خالص بطيق وكل حاجة بعد لما ياخدوا الخمسمية الاولانين روح ساحب التلات تلاف اللي هو الايه اللي هو الانسبيراتري ريزيرف فوليوم اهو بس هسحب بقى الخمسمية الاولانين اهو اللي هو العادين اهو شفت الرئة ساحب تقديه ساحب التلات تلاف من الشارع ها عن طريق ديب انسبيراشن ده انسبيراتري ريزيرف فوليوم طيب ارجع تاني اهو تاني انا بعمل صوت عشان تسمعوني باخد خمسمية واخرج خمسمية بصوا بقى بعد لما خرج الخمسمية عندي قدرة اللي انا اعصر نفسي وطلع كمان الف ومائتين كانوا جوه كانوا جوه علشان يطلع ايه هيبقى لنا اه يطلع بالكاربون داكسايد الزيادة اهو بعد لما خرجت الخمسمية بتاع الطايدل عصرت نفسي وخرجت دي مش هتفهمها الا لازم تمثلها زي كده وتفهمها بعد كده هحفظها هيبقى سهل ماشي يا شباب ادي بيلف هو تحت لو بتلاحظة هتلاقي الانسبايريشن فوق والاكسبايريشن تحت طيب هكون لدينا نتكلم في قلنا عندنا اربعة قلنا منهم تلاتة دلوقتي قلنا الطايدل وقلنا 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 ونمرأ اربعة والفوليوم هتلاقوه باللون الاحمر ما ببص موجودين تحت مش موجود مش موجود جنبه يعني ليه لانه ما بيخرجش زي ما اتفقنا بمرة الفاترة ومش تحت ارطي ما بيطلعش خب تعريفه ايه قلنا ان هو يعني زي ما اتفقنا اخرج اعصر نفسي خالص واخرج كل الهوى اللي ده بيفضل موجود جنبه قلنا فايدته المرة اللي فاتت ان هو ده بيحافز على تكون مفتوحة تخيالوا لو كل الهوى خرج من الهوى هتعمل ازاي البلونة كده اللي يطلع منها الهوى كله تروح لازقب بعضها ايه بديها فتل وديف لأ انا ربنا بيحافز على الرئة قلنا يبقى ان الرئة بتبقى مليانة على الاخر بتتنفخ على الاخر ولما تفضع الاخر تفضل برضو فيها كمية هوا من جوة عشان ما يحصلش اللي هو بنقول عليه او يحصلش الكولابس وطبعا ده بيحصل في حوادث وبيبقى فتل بقى مميت هلو كده يبقى هو هو شوفت هنا مفيش كلمة كان لانه مش تحت قرطي اصلا لا اقدر اهراج ولا اعرف ادخله بس احنا اتفقنا المرة اللي فاتل عشان في ناس كتير مش فهمة الموضوع ده ان ده حجم ثابت لكن مش هو هو نفس الهوى وقال لك انجالنا وموتنا ده لو لو فضلت اقفل الشقة كرة بتاعتك اسبوع وتنفست الهوى اللي جوة يبقى سم صح؟ ليه بنفتح الشابيك كل يوم عشان نعمل حاجة اسمها حتى سلت الحاجة تقول لك ايه تقول لك يفتحه عشان نهوي اللي هو يعني ان هوي يعني انا الغرفة بتاعتي فيها عشرة تلاف ميلي آآ هوا بتوع بالليل كلهم كربون داكسايد بتوع النوم وبعد بفتح الصبح يدخل مكانهم عشرة تلاف نضاف طالعين من برة ويخرج العشرة تلاف اللي هم فيهم الكربون داكسايد يبقى هنا الحجم سابت لكن الحجم اتغير او قصدي الكونتينت اتغيرت دي مفهومة بقى خلاص لما قولت بتاعها المرة الفاتد هما دايما ما اعرفش اللي كان درس عندي عندكم بيسموني دكتور فرج علشان بدي كده من الحقيقة العملية تفاهم المعلومة زي ما قلنا المرة الفاتد ده ان انا جيبي فيه الف جنيه على طول طول الوقت هتفتشني هتلاقى فيه في جيبي الف جنيه لكن هما اكيد مش بتوع الاسبوع اللي فاتوا بتوع الايه وبتوع الاسبوعين اللي فاتوا لا بس هما فلوس سابتة على طول في جيبي بتصرفوا واحط غيرهم الحرق تصرفوا احط غيرهم انا صرفت متين احط متين تاني تاني يوم الصبح بقى على طول فيه في جيبي الف جنيه لكن مش هما هما بتوع الشهر اللي فات اتغيروا لكن الكمية سابتة خلاص اتفاهمت دي خلو كده قلنا برضو عندك الكوباية الفاضية اقدم كوباية فاضية بقى لكيد جواها هوى صح؟ طيب الهوا اللي جوا ده هو اللي كان الشهر اللي فات لا ماشي يا شباب يبقى دي الرزيد والفوليوم فهمناه وقلنا ده بيستفادوا به في الطب الشرعي لان لو الواحد غيرق في المية طبعا هيروح شافت كمية مية تروح نزلة جوا الرئة يوم طبعا مدام المية دخلت يبقى لزم الهوا هيطلع فبيطلعوا الرئة كده في في الطب الشرعي في المشرحة ويحطوها في بنيو طبعا لو الرئة فيها مية هتروح ايه هتقعدين غمس لتحت لكن لو لسه فيها الريزيد والفوليوم الرئة بتعوم فوق ويوتين هنا بيعرف ان الشخص ايه الشخص مات برا البحر وبعدين حد نمى جواة البحر لانه لوو لو واحد مات بعد لو لو واحد مات وبعدين رمو جواة البحر خلاص مش هيشفط المية Strawberry وتدخل جوه الرئة. ممكن تدخل جوه المعدة تدخل ايه. انه هو اللي بيدخلها جوه الرئة ايه? المعافرة ونروح ايه اللي هو الشهقة الاخيرة دي وهو جوه هو تحت المية. يقوم المية دخلها فين? تقوم المية دخلها جوه الرئة. طبعا مدام مية دخلت. لازم يطلع الهوى. انت لو مليت الكوباية مية مية ميلي مية هيطلع منها مية ميلي هوى اللي موجود فيه. طبعا. ماشي. خلاص. احنا ده وصلنا لحد كده المرة اللي فاتت. طيب ايه بقى هي? هتلاقي دائما بجمع اه اللي احنا قلناها دي بجمع اتنين او تلاتة او اربعة بتدي تانية او بتدي تانية. حاجة اسمها يعني من اسمها برضو يبقى انا قدرة للرئة اللي انا اسحب هوا. طبعا انتو فاكرين وفاكرين وقلنا بناخد خمسمية اللي هما اسموهم وبعد كده بناخد وراهم التلات تلاف بتديب انسبايريشن. لما اللي قلنا عليهم جوة في البنك او في الشارع. لو جمعتهم على بعض يبقى اسموهم انسبايراتوري اه كباستي. طب لمجمعهم مع بعض اعرفهم ازاي? اهو. هقول ايه? ماكسمام اماونت اف اير ذات كان بي انهيلد ها? افتر كوايت اكسبايريشن. يعني بصوا يا شباب بجيبهم على بعضيهم انا في الاول قلت ايه? اهو. همثله اهو. لما الخمسمية العاديين. سحبتهم اهو. وبعد كده اطعت. وبعد كده اروح تسحب تلات تلاف. طب اجمعهم على بعض بقى من غير مقطع يبقى اسموها انسبايراتوري كباستي. هتيجي ازاي? اخرج الهوى الاول. بصوا انا انا اقعد اهو في الكوايت بريزنج اعملوا معايا. انا اقعد في الكوايت بريزنج اخرج الهوى الاول اهو. واعدين اسحب بقى الخمسمية ووراهم على طول التلات تلاف اهو. خليني اخرج الاول. واعدين اسحب كله. وهدي كفاءة للرقة. اسمها انسبايراتوري كباستي. بعد لما خرقت الطايدل اكسبايريشن. سحبت ايه? اتنين فوليوم. مع بعض يوم. سحبت الطايدل فوليوم بتاع الانسبايريشن. وسحبت الانسبايراتوري على بعض. الاول انا كنت بعرف كل واحد لوحده. لك عشان كنا لما كنت بعرف الانسبايراتوري كنت بقول حجم الهوى اللي بدخله بعد الطايدل لكن انا عايز اكمحهم على بعض فهقول ايه? هقول حجم الهوى بتات كان بي انسباير افطر ايه? بعد ما خرج الانسبايريشن اسحب اسحبهم على بعض. تاني اهو. اهو هخرج الخمسمية العاديين. هسحب دلوقتي بقى كم? تلات تلاف وخمسمية بدل تلات تلاف. هسحب الخمسمية والتلات تلاف على بعض يوم اهو. 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 سحبت اتنين فوليوم مع بعض. يبقى دي اسمه ايه? ها? اسمها ايه انسبايراتوري كابست. هاي بالمعادلة ايه? يبقى عبارة عن طايدل فوليوم بلس انسبايراتوري ريزيرفوم. هتطلع لك ايه كده. ادي الانسبايراتوري كابست عبارة عن ايه? اهو. طبعا دي مهمة جدا. من الوقت بيقسوها بيقسوها للرياضيين. وكل ليها دور كبير جدا في الرياضة. ليها دور كبير جدا في الفيزيكا الفيتنس. كل لما يكون بتاعتك عالية. كل لما بيكون بتاعتك عالية. كل لما بيكون بتاعتك عالية. كل لما يبقى عندك كدرة انك تعمل تقدر تعمل تقدر تطلع اكتر عدد سلالم. ادوار سلالم. طيب ايه هي? او يعني ايه? يعني يا شباب انا جبت البلونة ونفختها على الاخر. حلو كده? طيب وبعدين سبت الهوى اطلع منها. يبقى ده حجم الهوى اللي هيقدر يطلع من البلونة بعد لما نفخها على الاخر. حلو كده? تاني هون. يبقى 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 هي بتخريج تخريج هوا. يبقى لازم املل الرئة الاول اهو. هنشوف اهو مع بعض كده. اهو. بص انا هعمل ازاي? اهو. اخرج الهوى الاول كده اهو بشويش. هسحب كل الهوى اللي في الغرفة. وخرج كله. يبقى املية تسدر الهوى خالص على الاخر. وبعدين روح تمخرج ايه? كل الهوى. طبعا كل الهوى هيخرج معادل ايه? معادل الريزيد والفوليوم. تاني. تاني يا شباب عشان في حاجة بعد كده اسمها توتال لانج كباستي. يبقى البيتال كباستي هي الماكسمان فوليوم اف اير. ذات كان بي اكسبايرد. ها طبعا اكيد باي ديب اكسبايريشن بس امتى? ها? بعد لما مملا سدري هوا يبقى عشان ما افرقها عن الاكسبايراتري ريزيرف فوليوم. الاكسبايراتري ريزيرف فوليوم منها الاول حجم الهوى اللي انا خرقته بس بعد الكويت اكسبايريش. ما خدتش ديب اكسبايريش. لكن في البيتال كباستي بقى ملا سدري كله الاول هوا وبعدين اخرج بقى باقوى ما يمكن. حلو كده. تاني. ماكسمان فوليوم اف اير زات كان بي اكسبايرد فروم دا لانج باي ديب اكسبايريشن افطر ديب انسبايريش. شفت قلت كل كلمة لها معنى في ايه? في الديفينيشن. ها طبقى بقى البيتال كباستي في عندي بيسموها سعاد فورسد فيتال كباستي ده لما يبقى لها تايم نورمل حوالي تلاتة الاربع ثواني. اللي لما اجي بقى يسبب المونر فانكشن تيست بتتقاسب الثواني. وفي عندي سلو فيتال كباستي اللي انا بقول للمريض خرج الهوا خرج كل الهوا اكتر كمية هوا خرجها وبرحتك ما بقولوش في وقت بقى. اهو اهو عامل كده مسلا. كده يبقى في فورسد فيتال كباستي بğaقول للمريض از ماتش اس بسم. زي ما قولك كده انا عايزك تجيلي ايه البيت بأسرع ما يمكن. فبالتالي ايه هتيج المسافة من عندك من بيتك لبيتي بأسرع ما يمكن. لكن غير ما قولك تعاللي البيت خلاص هتيج براحتك. انا ما حدت لكش سرعة ولا قلت لك بسرعة. صح? يبقى هنا بيخش فيها عامل ايه? لان بيفرق معانا في الدياجنوز. على فكرة احنا اللي بنعمل ده وهنا بنعمل دياجنوزة انا في السعودية وفي امريكا انا اللي بعمل والاستريس تيست والا والبلمون تيست وبنعمل وبنعمل وكل حاجة. عارفين في امريكا الدنيا مختلفة في حاجة اسمها طب الطبيعة ولا حاجة. مريض بيجي لك على طول بيقول لك افاليويت ان تريت از انديكيتد. اه اللي حيروح من ان شاء الله امريكا هيعرف كلامي ده. انا هناك كان يجي لأوردر اه بقى فيزيكال سورب بليز افاليويت ان تريت از انديكيتد. انا اللي بعمل افاليواشن او انا اللي بحط البلان اوف تريتمين اه وحاجات كتيرة جدا احنا اللي بنعمل فيها الايه? الدياجنوزة. معلش انا بسكت شوه عشان بشرب نسكة فيها. فقادي الفيتال كاباستة يا شباب. بتساوي ايه? بقى الفيتال كاباستة هنا تلاتة فوليوم. طايدل فوليوم. وانسباراتري ريزيرف فوليوم واكسباراتري ريزيرف فوليوم. ازاي اهم? هتلعوا قدامك اهم كده اهو شايف اهو. ليه يا شباب? لان انا لما خدت ديب انسباريشن عملت ايه? دخلت التايدل فوليوم. وبعدين دخلت التلاتة الفيتال ريزيرف. حلو كده. وكان جوايا اصلا مين? كان جوايا الاكسباراتري ريزيرف فوليوم. يبقى لما لما خدت ديب انسباريشن جامد كده. ها الرئة كانت مليانة هاوة على الاخر. خرج منهم ايه? ونما جات. لما جات اخد ديب اكسباريشن خرج التايدل فوليوم وخرج الانسباراتري ريزيرف فوليوم. من انا سحبته بالديب انسباريشن. وخرج الانسباراتري ريزيرف فوليوم. طبعا ما خرجش مين معهم تحتهم اهو. ما خرجش الريزيرف والفوليوم. طيب. الفيتال كباسة دي يا شباب حوالي اربعة تلاف وستمية ميليليتر. طبعا دي بتفرق جدا. في هين كما مفروض طبعا اقول لكم السلايد ده قابليه بس اه جات بالعكس. بتفرق جدا مع الرياضيين. كل لما تبقى الرئة بتاعتك عندها القدرة انها تتنفخ على الاخر وطلع اكبر كمية هواب اسرع ما يمكن. كل ده ما تبقى انت مورفت. خلاص. وده عندك قدرة اكتر انك تعمل. طب ايه هي الفانكشنال ريزيدوال كباستي. طيب. خلي بالكو الديفينيشن لما تيجي تتذكر وبتاعته عايز تتذكر بمزاك كده وتمثل زي ما انا بمثل كده عشان تفهمها. فانكشن ريزيدوال كباستي بس حجم الهوة اللي هيقعد جوة اللنج بعد الطايدل اكسبيريشن. طيب لغبطنا نيه يا دكتور. حلينا بس ان مع بعضنا كده هنركز. انت يا حبيبي لما تيجي تخرج الطايدل اكسبيريشن. انتفقنا كلمة الطايدل اكسبيريشن يعني كوايت اكسبيريشن. طيب لما خرج الطايدل اكسبيريشن. بيبقى جوة فاضل ايه عندي في الرئة? فاضل اللي انا ببعرفش خرجه. وفاضل مين? فاضل ان انا خرجته لما عصارت نفسي. هلو كده? اهو الاتنين دول مع بعضهم اسمهم تاني يا دكتور. اهو. خد نفس عادي خالص. نفس عادي خالص الوقت طايدل. اخد خمسمية وخرج خمسمية. بعد لما خرج الخمسمية مين اللي جوة الرئة دلوقتي? عندي حجمين جوة الرئة لما خرج الخمسمية العاديين. عندي ان انا ما عنديش اي قدر عليه. وعند فاكرين ان انا طلعته بعد في الاول خالص. يبقى ده على بعضهم اسمهم ايه? اسمهم ايه? اه فانشنال ريزيدوال كباستي. يبقى هو لما اجع اعرف اقول ايه? حجم الهوى اللي جوة الرئة بعد اه? بعد اه? ما الحجم الهوى اللي جوة الرئة بعد ايه? اللي هو الريزيدوال فوليوم. تاني يا شباب. لما اعصر نفسي واخرج كل الهوى اللي في صدري. اللي بيبقى جوة حجم واحد بس اللي هو الريزيدوال اللي اتفقنا عليه. طيب لما اخد نفس عادي اخرج النفس العادي. العادي يبقى عندي جوة ايه? عندي اتنين واحد تحت قرطتي اللي هو اللي انا بخرجه اهو. اهو بعد اقدر اعصر نفسي واخرجه. طيب الاتنين دول لما اجمحهم على بعض يبقى اسموهم ايه? اهو. الفونكشن ريزيدوال كباستي بيساوي الاكس بايراتر الريزير بوليوم زائد الريزيدوال فوليوم. تاني بعد لما اخرج النورمال كوايت اكس بايريشن وانا اقعد باهو ما باخدش ديب ولا اي حاجة اخرج النورمال كوايت اكس بايريشن انا بعيدة علشان الناس هاي بتسمع تبقى فهمة. هي بيبقى جوة عندي حجمين? حجمي تحت اقراضتي وحجمي مش تحت اقراضتي. الحجم اللي جوه اقراضتي اللي هو اللي احنا قلنا عليه حوالي الف ومئتين مليليتر. والريزيدوال برضو حوالي الف ومئتين مليليتر بس ده مش تحت اقراضتي. اهو. كباستي شفت هتلاقوا اه اللي هو بيلعب كده النص الفؤاني اه اقدر اتحكم فيه اهو. اللي هو الريزيدوال فوليوم اما الريزيدوال فوليوم مش موجود تحت اقراضتي. ماشي يا شفاب. طب ايه هو التوتال لانج كباستي? اهو على ما تيجي تذكروها بالفهم بتاع باللي انا قلت قولكو ده كده وبالشرح. ان شاء الله هتفهموها كويس اهو. بصوا التوتال لانج كباستي بقى يا شباب. لو انت سيادتك خدت الوقت على الاخر. هيبقى جوة الرئة في ايه? في عندي اربع احجام. نعملهم مع بعض كده. بصوا اهو. جميل. لما عملت كده يا شباب دخلت الخمسمية بتوعد ودخلت عليهم التلات تلاف اللي كانوا في البنك. حلو كده. وجوه كانوا في مين? جوه كان في حجمين. لان ما خدتش دي في الاول. والريزيدوال فوليوم. اهو بقى حجم الهوى دول الاربع على بعضه جوه الرئة. ها? توتال لانج كباستي. ده حجم الهوى اللي جوه الرئة بعد لما تتميلي على الاخر. هيبقى تلاتة تحت اقراطي. واحد مش تحت اقراطي. تاني اهو. هاخد نفس جامد قوي. احساب اللي بقى كده يعمل حج ايه? ها? كل اللي موجودة في الرئة دلوقتي. ها? هيبقى فيه الخمسمية. وفيه التلات تلاف اللي سحبتهم السحبة الكبيرة اهو. وكان فيه جوه اتنين واحد وواحد يبقى الاربع على بعض اسمهم كباستي. دي اكبر كباستي. هبقى واحد يقول لك تب لو انا خرجت بقى كل اللي جوه ده ايه? هيطلع هيطلع تلاتة ولا يطلعوا الاربعة? اهو هتقول الاربع لان في واحد فيهم ما بيطلعش. اهو فيه من الوقت. يبقى لما انا اخد نفس جامد على الاخر بيبقى فيه جوه اربع فوليوم. ولما اعصر نفسي بقى واخرجهم تاني كلهم هيطلعوا التلاتة ويفضل جوه الريزيد والفوليوم. اهدي الفيتال كباستي. تاني يا شباب. اهو. خلينا كنا في الكويت انسبايريشن والكويت اكسبايريشن. اسحب بقى جامل كاملة رئة بتاعتك كلها هوى. على الاخر خالص. هيه هي احسب بقى حجم الهوى اللي موجود جوه 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 الرئة هيبقى عندي اربع فوليوم. ده اسمه توتا لانج كباستي. حلو كده. طيب بقى بطلحهم كلهم بقى. هيطلع تلاتة ويفضل واحد اللي هون بيطلعش الا ايه في الحالات اللي احنا قلنا عليها بتاعت الموت والحاجات دي او الانجري. يبقى كباست يا شباب اهي تاني. اهو. بتساوي اكبر واحدة فيهم ايه. شوفوه اللي اربع طلعوا مع بعضهم. طبعا شفتوا منهم ايه منهم واللي تحت خالص اوه. طيب لما انا بقى اطلع الهوى كله تاني من سدري هيطلع التلاتة اللي فوق ويفضل الريزيد والفوليوم يبقى دي اسمها فيتال كباستي. اللي انا عرفتها. يبقى الفايتال كباستي اللي انا عرفتها قبل كده هي اكسبايراتري. اما التوتال لانج كباستي ده لما ااخد نفس على الاخر احسب الهوى اللي جوه ايه. يبقى الفوليوم اف اير انسايد دا لانج افتر ماكسمام انسبايرش. مليت الرئة على الاخر. اخيالوا بقى لو في عندي مشاكل في الرئة وما قدرتش اللي انا ايه ااخد النفس الكبير ده واخرجه. يبقى بالتالي مش هقدر اوصل قمية اكشوجين كافية للعضلات. وبالتالي مش هقدر اقوم بالافرت. عشان كده اتحداكو. لو واحد هيفي سموكر. ولا واحد عنده كرونيكوب استراكتب بالمونر ديزيز. ولا واحد عنده ريب فراكشور. ولا واحد عنده ريستريكتب لانج دين. لو جبته واحد بس ولبسته حزام على صدره دايق. مش هيقدر يعمل اي اكسرسايز. لانك قيطط له الرئة. مش هيقدر ياخد نفس كويس. وبالتالي مش هيقدر يدخل كمية اكشوجين كويسة في الدم. وما يدرش يعمل اي اكسرسايز ترينج. صح? ده وجبت لعيب الكرة ده ولبسته التشيرت بتاعه ده دايق جدا. مش مش هيقدر اخد نفسه كويس ومش هيقدر في لعب الماضش. مجرد التشيرت دايق بس. حلو كده. طيب. ايه هي بقى الفاكتور اللي بتأثر على الفايتال كباستي. انتفقنا الفايتال كباستي دي اكتر حاجة تهمني. اللي هي ايه? اهو. ده السحبة كده. مليت الرئة كلها هوا. وبعدين اخرج بقى كل اللي ورق. دي اسمها كباستي. يبقى لازم املة كويس قوي. الرئة دي بقى عندها قدرة يتملي على الاخر عشان اقدر افضي على الاخر. طيب. يبقى السؤال امتحاني. الفاكتور اللي ممكن يأثر على كباستي. طبعا بتاعت في بتلاقي الرسبيراتري موسلز دي عشان اقدر افتح الرئة على الاخر وادخل كمية هوا كبيرة. طب افرض بقى واحد جاله بوليوميولايتس خلاص او جاله بس مايوسايتس. تخيل لو انت عندك اه عدت قدام التكييف وبتحصل لنا كلنا كتير. والانتر كوستال موسل دي حصل فيها انفلاميشي. مش بيجيلكم الشكل المعروفة بتاعت البلوريسي وبتاعت الالام في الانتر كوستال موسل هتحدك لو تدقى تعمل مجهود. مجرد بس ان الانتر كوستال موسل حصل فيها مايوسايتس. عمرك ما تلعف تلعب ماتش كورة ولا الست تعمل مجهود في البيت ولا تطلع السلم وتنزل السلم. طيب. يبقى هنا في حالات بوليوميولايتس لو تفتكروا اه زمان كانت تلاقي ممكن تصيب الرسبيراتري موسلز وتبقى وبالتالي طبعا الشخص الفيتال كباستي تقل خالص ويبقاش قادر يعمل مجهود واي حتى مجهود هيلبس الجهاز اللي هو التعويض ده يجي يعمل اي مجهود ليه بينهج بينها الجامل ومش قادر يعمل مجهود. طيب ايه تاني تخيل لو واحد عنده شفت العيب كورة عنده او طبعا الفيتال كباستي هتقل خالص ليه? اللي احنا قلنا تاني هي حجم الهوى اللي بخرجه بس لازم املى الرئة على الاخر. طيب لما يكون عندي الرئة هتتملي ازاي طيب لما يكون عندي لما يكون عندي طيب يكون عندي هتبقى الرئة اللي ناحية دي هتبقى مضغوطة عمرها ما هتتملي هوى بالتالي تأثر على كفاءة ايه الشخص. طبعا بدأت توضح لنا الوقتي اهمية السوراسيك سيستم او الكارديو بالمونري سيستم للاكسرسايز ترينك. هتلي كرة واحد عنده سكليوزيز وخلي يادر اعمل اكسرسايز. هتلي ايه على طول يجيلو ديسنيا? يجيلو ديفيكلت اوبريدين. اللي عنده رئة كاملة كومبريزد بالايه? ناحية الكونكيف. ها? انت مسلا اعمل لينين كرة سايد ويتو رايت سايد. اهالرئة اللي ناحية الرايت سايد دي مش هتتملي كويس طيب. اهالرئيستيست بتاعت اللانج. اه انا احنا لا تكون عمين نقول دلوقتي ناخد نفس جامد ونطلع النفس كل ده اللي بتحكم في ايه? الاستيستيست بتاعت اللانج. عشان تستوعب الكمية الهواء الكبيرة اللي بدخلها. وهي لما يحصل لها ريكويل. يطلع منها الهواء. تخيل لو انت جبت بلونة ياباني. ها? بتتنفق على الاخر. بتدي لك القدرة انك انت كلما تزود بتاع الير كلما تدي لك حجم اكبر. وفي نفس الوقت اول ما تسيب بق البلونة تروح على طول مطلعة الهواء باقوى ما يمكن. هادي اقول ايه? الاستيست بتاعتها محترمة وقوية جدا. لكن تخير جبت بقى بلونة صيني. هي نفختين وتلاقي الاستيست بتاعتها ايه? بازت. تلاقي نفسك نفختها على الاخر واول ما تسيبها نص الهواء بس اللي يطلع ليه? لان الاستيك ريكويل بتاعها ضعيف جدا. يبقى برضو. لو حصل حالات زي الانفيزيما اللي بتحصل من السجاير او بتحصل في السن الكبير. او بالمونرفيبروز للأسف بقت منتشرة جدا دلوقتي. الاستيست بتاعت تقل وبالتالي الفايتال كاباستي ايه? هتقل. حلو. ايه تاني برضو? الفاكتور افكتون فيتال كاباستي هنكمل. احنا قلنا تلاتة. لسه فيه تلاتة تانيين. ده اللي في الناس اللي عندهم برونكا الازمة. هات كده الطفل بعمال يلعب يعيني ويجري ويتنطط. اول لما اللي هم اللي عندهم برونكا الازمة. اول ما تجيلوا البرونكا الازمة ويحصل البرونكا كونستريكشن تلاقيه على طول صدره عمالي زيق وعما منقل مجهود تلاقيه بينهج. اه لانك اذا فيه ريزيستنس لدخول وخروج الهوى في الاروي وبالتالي هيبقى الجاز هيتغير وبالتالي الولد الاكشوجين مش هيوصل له كويس للمسلز وبالتالي اي مجهود هيعمله هيحصل له ايه دي سنة طيب. البوشر برضو ان في الريكمبن بوليشن لو لو انا نعم على ظهري الفيتال كباستيك بتبقى اقل من الستانديج ومن السيتنج بوليشن عشان كده خلي بالكوا في المستشفيات بره لما تروحوا امريكا ان شاء الله ممنوع تماما السوبايل لين بوليشن ده الا ازا كان يعني يعني مثلا زي المريض اللي بتعمله اه او كده. لكن لازم المريض يكون قاعد في ولازم اخصى العلاج الطبيعي يجي كل يوم يقوموا واقعادوا على بتاعه حتى لو كوماتوزت انا كنت صعب اختلف معاهم. المريض كوماتوزت وفي وفي حالة كريتيكال واروح اشيله بالاجهزة بتاعته كلها كده انا والاستيس بتاعها عشان احطه على علشان طبعا ما بيخافوا جدا من اي تحصل للاسف احنا بنعالجها هنا ببنعالجش هنا في بلدنا الا 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 كومبليكيشن بيت سورس وكونتراكشن ومسل ويكنيس وستيفنس كولي ده كومبليكيشن من البرولونج بيت ريدل هناك لو حصل كومبليكيشن من دي معناها قطع رقب على طول فبالتالي بيخافوا جدا من البيت سورس والحاجات دي فمن ضمنها ان الفيت الكباستي بتقل خالص لما المريض بينام على ظهره وبالتالي هنا بتقل سعة الرئة ويبقى فرصة ان المريض يجي له اي بالمونوري او ممام طيب بهم ضمنها طبعا هتلاقي في البريجنانس وفي الناس اللي بيجي لهم اسايتس حتلاقي بيتقل خالص اللي عشان كنه بتبص تلاقي الام في اخر تلات شهور او شهرين من الحمل بتبقى حتى وهي بتتكلم ديسنيك وعندها ديسنيا ليه? لان رافعت ده من فوق وبالتالي ما بتبقاش قادرة تاخد ولا تخرج الهواء وبالتالي بتبقى مجهودها قليل جدا ومن اقل مجهود بتبقى اه عندها ايه ديسنيا. طيب. دي كلمنا اربعة فوليوم وتكلمنا عن ايه اه اربعة كبست. طب ما جايز بقى البالمونري فانكشن تيست. لو بالجهاز بقى اللي هو اسمه اللي انتم شايفين. وهي انا اللي بقى لازم يكون فاهم الفوليومز دي والكباستي دي. لان انا بدي اردر للمريض علشان ينفزه ومن الجهاز يقسه. همين ازاي? زي ما انت شايف الجهاز كده عبارة عن ماوس بيس. المريض بيحطها في الماوس. وبيبقى قافل النوز بالنوز كليب علشان يبقى الهواء كله خارج من مكان واحد من من الماوس. وانا بدي اردر للمريض آآ لازم يكون فاهم الفوليوم دي علشان الجهاز يقس. يعني اقول لي مسلا المريض ايه? تنفس نفس عادي. يوم الجهاز يلقط الطايدة الفوليوم. بعدين ابدأ اقول له بقى ايه? خد نفس زي ما قلناك هنا في في الفوليوم والكباستي. عشان الجهاز ايه? يسجلها. طب عندي نوعين من البالمونري فانشن تيست يا شباب. فيه اللي هو الاستاتيك لانج فوليوم والكباستي وده احنا اللي احنا عملين نشرح فيها الفترة اللي فاتت دي كلها. ده اسمه استاتيك لانج فوليوم. يعني ايه استاتيك لانج فوليوم? يعني انا بهميني الاحجام بتاعت الهوى اللي خارجها واللي داخلها. ما بقى ايه? ما بدخلش فيها عامل الوقت. لكن ديناميك لانج فوليوم بيدخل فيها عامل الوقت. وقلنا بتاعها. ليه يا شباب? ليه احنا بنقول كده? لان مسلا نيجي نقول مسلا حاجة زي اه زي مسلا اقول الفايتال كباستي. ممكن تلاقوا ان هي ممكن في الشخص اللي عنده. ممكن تطلع نورمال على مستوى الحجم. نفس الحجم نفس النورمال. طب ايه اللي هيفرق? لما دخل فيها عامل الوقت. طب خلينا اديكو ايجزامبل كده ووضح لكم الدنيا شوية. لو جبت اتنين من نوكو واحد عنده عربية مرسيدس واحد عنده عربية مئة تمانية وعشارين. حلو كده? وقلتلكو انتو الاتنين في القاهرة وانا في اسكندرية. قلتلكو يا شباب بكرة يبقوا تعالولي. لو ما حددتش ايه? ما حددتش وقت. انتو الاتنين هتوصلوا اسكندرية وخلاص وهقابلكو. يبقى هنا ما بنشش الفرق اللي ما بين المية تمانية وعشرين وما بين المرسيدس. حلو كده? يوها طب انا مفرقت بينهم ازاي? اه بص بقى لو دخلت عامل الوقت وقلتلكو ايه? تجولي اسكندرية دلوقتي اس فاست اس بوسبول. كلمة فاست اس بوسبول يعني دخلت عامل الوقت. مين هنا اللي هيوصل بادري بقى? ومين هنا اللي هيباني الكفاءة بتاعته اكتر? اللي معاه مرسيدس اكتر من المية تمانية وعشرين. فاهمت كده? فما لقوا انه ممكن واحد يبقى واجهة اس له مثلا الفايتال كباستي يطلع الحجم ايه? هو هو. او ما اقول للشخص بقى لا انا عايزك تخرج الهوة اس فاست اس بوسبول. بقى ازرع ما يمكن. وهو يخرجه ياخد وقت اطول في خروجه. يبقى انا شخص بي كده. اهمتوا كده? يعني مسلا بصوا هو شباب همثلها لكم. شوفوا الشخص الطبيعي هيطلع الفايتال كباستي ازاي? بصوا هاخد عامل الرئة كلها هوا اهو. بصوا هعمل ازاي بقى? كمين كده? خدت ثلاث ثواني او اربع ثواني. ده النورمال. بصوا الشخص المدخن. او اللي عنده كرونيك وبستراكت بالمونرد ده هيعمل ازاي? هياخد نفس جامد. بصوا هو بيخرج بقى. اهو خد وقت طويل انه هيكحه وهيزرط. اهو. طيب هنا ممكن الحجم يكون ثابت لكن هبصها لقى انه اخد مسلا تسع ثواني. وبالتالي هنا اقدر اعمل تشخيص. فاهمت كده? يعني كلمة ديناميك لانج فوليوم او طايمد لانج فوليوم بدخل فيها عامل الوقت. بزب زي الاكزامبل بتاع السيارتين. اهم يظهر تظهر يظهر العيب او يظهر الديزيز. جميل. يبقى عندي ديناميك لانج فوليوم هنقول كده واحدة فيهم كده حاجة اسمها الطايمد فيتال كباستي. يعني ايه احنا قلنا فيتال كباستي العادية هي هي على فكر بس دي هنا دخلت عامل الوقت. هنا بقول الشخص ايه شفته مكتوب اهو. هقول له طلع النفس as much as possible as fast as possible. اسرع ما يمكن. يلا 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 بسرعة 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 بسرعة. في الطبيعي اهو الفيتال كباستي بتبقى اكسباير في فور ساكنت. طيب. انا هنا الجهاز يا شباب بيحسب لي حجم الهوى اللي خرج في الفيتال كباستي في الاربع ثواني. وبيحسب لي كمان حجم الهوى اللي خرج في اول ثانية. طيب بالله عليكم كرة هادينا الاكزامبل بتاع البلونة. لما تملى البلونة على الاخر وبعدين تسيب البؤ بتاعها. اكبر كمية هوا بتخرج في اول ثانية. لو احنا لو احنا قلنا ان البلونة هتفضل في اربع ثواني. تفتكروا اكبر كمية هوا ده ما تكون البلونة الاستيك وياباني وجميلة. اكبر كمية هوا هتطلع امتى? تطلع في اول ثانية. عشان كرة البلونة بتطير بالقوة ايه? دفع الهوى. لان الركويل بيكون اقوى. يبقى في الشخص الطبيعي المفروض. اكتر كمية هوا تطلع في اول ثانية من الاربعة. اها دي بيسموها فورسد اكسبيراتري فوليوم وان يعني وان ساكن. يبقى ده جزء من الفيتال كباستي. الفيتال كباستي احنا قلنا حوالي اربعة تلاف وستمية سي سي. طيب بتاخد قد ايه? عشان تطلع باسرع ما يمكن. اهو تاني اهو. سحبت على الاخر اهو. هرق بقى اسرع ما يمكن. تاخد حوالي تلاتة الاربعة سوائن. خلاص? لكن لو انا ما قلت الشيش تخصب اسرع ما يمكن. هي برضو اسمها فيتال كباستي بس انا اسمها سلو فيتال كباستي. هنا بقس الحجم بس. ببقشت السرعة. حلو. ببقشت الوقت. جميل. يبقى الفي بي وان هو جزء من الفيتال كباستي. هو حجم الهوى اللي بيطلع في اول ثانية من الفيتال كباستي. الطبيعي انه هو يكون حوالي تلاتة وتمانين في المية من الفيتال كباستي. يبقى الطبيعي سيادتك لما تاخد نفس جامد وتخرجه باسرع ما يمكن. تلاتة وتمانين في المية. وطبعا ما هو مفروض رينجي من خمسة وسبعين لتلاتة وتمانين. اه يطلع في اول ثانية. ده بيسموه فورسد اكس بيراتري فوليوم ان وان ساكن. لما اجعرف اه الطايدة الفيتال كباستي هو نفس التعريف بتاع الفيتال كباستي بس بدخل كلمة as fast as possible. بدخل الوقت ازا ما قلت لك تعاليه اسكندرية. هادي في اسبوع. ما جبتش الوقت. تعاليه اسكندرية باسرع ما يمكن. هو هو نفس المشوار وهو نفس العربية بس انا عرفت انا كفاءة العربية في السرعة. يمكن ازاي? تعاليه اسكندرية ده order. الاوردر التاني تعاليه اسكندرية باسرع ما يمكن. يبا دخلت هنا عامل الوقت. في الاول ما دخلتش عامل الوقت. تعال براحتك. المهم انك انت الجيلي. جميل يا شباب. حلو. طبعا فيه بينهم. لما اقول بقى اللي هو حجم الهواء اللي خرج في اول ثانية. واقسمه على اللي هو التوتل يطلع حوالي ايه اهو? الثلاثة وتمانين في المية. دي بسموها ف اي بي وان برسنتج. ف اي بي وان برسنتج. طبعا كل لما دي بتبقى قريبة من الثلاثة وتمانين. كل لما انت بقى انت مورفت. كل لما يبقى عندك قدرة انك انت تعمل اكسرسايز ترينيج. شفت بندخل زي الحاجات في الاكسرسايز ترينيج. جميل. يبقى لو كل واحد فينا عامل بالمونري فانكشن تيست. وطلعنا الحجمين دول واسمناهم على بعض كده. ها? اللي هو حجم الهواء اللي طلع في اول ثانية على التوتل. خلاص زي ما كنا معايا الف جنيه. بعدين صرفت ثمانين يبقى اللي انا صرفته ثمانين على الالف يبقى ثمانين في المينة يبقى هوا نفس الفلوس. طيب. يبقى دا اسمه fe vone percentage. او fe vone على الفا vital capacity. يديني الثلاثة وتمانين في المينة. طيب. بكمل برضو قلوب العمل ا fried capacity. تاني. ها. هنا بقى بقول المريض ايه? ها? اسرع ما يمكن. لكن ما مش هعمل براحتي بقى زي كده. كده هيخرج نفس الحجم لك لانا عايز اشوف الكفاءة بتاعت السرعة. اه. عايش يا شباب? طيب. لو بقى كل المدخنين عندهم درجة من درجة. هلاقي نفس على فورس هلاقيها اقل من ثلاثة وتمانين في المية. لو هي اقل من خمسة وتمانين في المية كمان بدبقى دخلت كده في الايه? في الديزيز. حلو كده يا شباب. اهو. هبصت لقى الشخص ما عندوش القدرة ان هو يطلع الهوى زي النطرة كده. زي الطلقة كده. صح? انا بنقول العربات الجديدة بيتباهوا بيقول لك وتجيب الشباب هتليم عارفين كرة اكتر. بتجيب سرعة مية كيلو في كام ثانية. عشان بقولك طلقة. يبه هنا لا اما العربية القديمة بتاخد وقت طويل جدا عشان توصل للسرعة دي. نفس العملية. الشخص الرئة بتاعته سليمة. ومش مدخن وما فيش اي امراض. بياخد النفس على الاخر ويخرجه زي الطلقة بالزبط. بياخد تلات ثوان. ومعظم. الهوى بيطلع في اول سانية اللي احنا اتفقنا على التائج التمانين في المية. لكن لو جبت شخص عنده بالمون ريزيز زي ما انا وريتك كده. هبصة هيعمل ازاي? وهيكوح وهيطلع بالغمه بتاعه هو بيطلع النفس. اهو. اهو. طيب. ايه الحالة التانية? لو انا عندي بص بعد دي عايزين نفهمها. هيبقى اعلى من تنتة وتمانين الله. يعني اعلى. يعني حلو لا يا حبيب. بص لما يكون واحد عنده هيعمل ازاي? يعني ايه? يعني الشخص مش قادر اصلا ياخد نفس. هيعمل ازاي? خلاص. يعني معناها الهوى اللي خرج اول ثانية تقريبا هو معظم الهوى. ممكن تطلع تسعين في المية. ده معناها خطر. معناها ان الشخص ده ما اخدش اصلا نفس عميق. ها? تخيل واحد مثلا عنده او عنده باللورال الفيبروزيز. هاتيجي تقوله ديب انسباريشن بيعرفش ياخد اهو. خد يعمل حاج ديب انسباريشن ها عامل لك كده. ها? فين? تب خرج? هيبقى يبقى هبصت لها ايه? الهوى اللي خرج في الفيرس ساكن تقريبا هو معظم الهوى اللي هو اخده. تفهمتوها يا شباب? اهو تاني اهو. بص بتاع الديب انسباريشن اهو. تعال بقى بتاع الانسباريشن كده. لقوله اخد ديب انسباريشن ماشي قادر. يعني انا هعمل لك كده. خد ثانية واحدة خد الهوى وقرجوا كله في ثانية واحدة. بتطلع النسبة عالية جدا. لقى المش فاهم بقولك ده جميل ده حلو تسعين في المية خم تسعين في المية ده جميل جدا. ده انت مش فاهم. ده كده المريض عنده انسباريشن كده احنا كده بنشخص وبنعمل الانتربرتشن. ماشي يا شباب? يبقى النورمال برسنتيج بتاعة الف اي بي وان على الفو على الفايتال كباستي. افريج بتاعها تلاتة وتمانين في المية. اه لو قلت عن كرة تبقى كرونيكو بستركتب بالمونرد ديزيز. يعني معناها ان الشخص بياخد وقت طويل عشان يخرج النفس في اول ثانية. اه وريستريكتف لانج ديزيز بتزيد النسبة لان الشخص اصلا مش قادر ياخد نفس. طيب. برضو احنا لسه مكملين في حاجة اسمها او حاجة اسمها طيب. ده في الدقيقة مش في المرة. حلو كده دي بسموها ايه? اسمها او طيب. اه تفاكرين الطيب يا شباب قلنا حجم الهوى اللي انا بتنفسه وانا قاعد كده في مرة الواحدة. طيب لو انا دي رابطه في عدد مرات التنفس في الدقيقة يطلع. يبقى اضرب تيد الفوليوم اللي هو خمسمية اضربه في ستاشر اللي هو او انا بتنفس حوالي ses 13 مرة دقيقة. يبقى يبقى تامن تلاف سي سي في الدقيقة. تامن تلاف شفته لما بداخل عامل الوقت عشان كلمة supermarket long volume لاننا بداخل عامل الوقت هن لما كنت بتكلم عن الق ord نور والكباستي كنت بتكلم عن احجام بجيب سيرة الوقت خالص. لكن هنا جبت سيرة الوقت. يبقى ايه هو البلمونر فنتيليشن? ان انا قعد اتنفس دقيقة كاملة. خلاص? والجهاز يحسبلي انا اتنفست قد ايه في الدقيقة دي. طبعا ده في الرست. اللي انا بتكلم عليه ده في الرست عشان في حاجة تانية في الديب بريزن. يبقى الكوايت بريزن او بحط الماوس بيس في بقي. وتنفس دقيقة عادية خالص. الجهاز هيحسبلي انا خلال الدقيقة دي اتنفست قد ايه هو? يبقى ايه هو? ابحسبه ازاي? ايه حسب الطايدل فوليوم? وراح تضربه في عدد مرات التنفس في الدقيقة وميطلع لي تمن تلاف سي سي بر منت. يبقى لازم احط اليونت مظبوطة. طب ايه تاني? حاجة اسمها ماكسمام بريزن كباستي. حاجة اسمها ايه يا شباب? ماكسمام بريزن كباستي. من اسمها ماكسمام يبقى لازم هتخش فيها ايه? ديب انس بايرش. ماكسمام فوليوم اف اير ذات can be inspired or expired by deep as fast as possible by minute. هنا اعمل كده بصوا. دقيقة كاملة مش مرة واحدة. هم? دقيقة كاملة. طبعا لو انا عملت دقيقة كاملة كده هدوخ واع في الارض. فالجهاز بيعمل ازاي? انا بقول للمريد يتنفس كده خمستاشر ثانية. والجهاز هيروح ضرب فارباعي وميطلع لي في الدقيقة. يبقى ده ايه تاني يا شباب? خلينا ايه? نفرق عن بعض ان نفرق عن بعض تاني. اللي لسه ايه لها? اللي انا اتنفس دقيقة عادي. normal quiet breathing. والجهاز يحسب لي انا اتنفستها في الدقيقة. وده ربط في عدد مرات التنفس. لكن كلمة بنهج بقى. كده طبعا لو انا عملت دقيقة كده هنهك. فانا بعمل خمستاشر ثانية بالعافية. والجهاز هيضرب فارباعي وميطلع لي ايه اسمها? maximum breathing capacity. بقى maximum volume of air that can be as deep and as fast as possible per minute. ما تنسوش per minute. يعني time with vital capacity. time with a breathing capacity. طيب ده النورمال بتاعها هادي يا شباب. من تمانين في الميل. من تمانين لمية وستين آآ ليتر بر منت. انا اقدر اتنفس مية وستين لتر في الدقيقة. بقى اسرع ما يمكن وبقى اقوى من ممكن. حلو كده. ده في الميل. الستات من ستين لمية وعشرين لتر فين في الدقيقة. شفت الرئة بتاعت الرجالة اقوى وتاخد ساعة اكتر من ايه? من الفيميل. عشان كده ما تقدرش انك انك انت تجيب مطش كورة تلعب رجالة مسلا ده وليت لعب رجالة مع ستات عمر ما الكفاءة بتاعته ما تبقى زي الايه? الكفاءة بتاعت الرجالة. ما مفعش انه اجيب آآ مصارع راجل ويلعب مهما كانت هي نمرة واحد في العالم وهو نمرة واحد في العالم هو اقوى برضو منها. برضو كده بتلمضوا علينا برضو يعني. ماشي? مشان كده بتشطروا علينا بالصواطير والسككين يعني. لكن ملاكمة والحاجات دي ما مش هيقدروا علينا. ماشي. يبقى الماكس من بريزن كباستي فيه من ها. لازم افرق بين الماكس من بريزن كباستي وبين ايه? المنت بنتيليش. هي هي نفس العملية بس واحدة بالكويت بريزن والتانية بالايه? بالما بالديب بريزن. وبالاس فاسطة اس بصبال طبعا. اخر واحدة اسمها بريزنج ريزيرف. ايه البريزنج ريزيرف ده شباب? ها هو الفارق ما بين الماكس من بريزن كباستي وبالمونري فنتيليش. يعني الماكس من بريزن كباستي ان انا عملتها اس فاسطة اس بصبال اديب اس بصبال اطرح منهم اللي انا عملتها انا في الكويت بريزن. اهو. اسمها بريزنج ريزيرف. يبقى ده ريشيو ما بين ها? اه? اه? الماكس من بريزن كباستي والبلمونري فنتيليش. طبعا لو جبت بقى البريزنج آآ ريزيرف ده وخدت منها ريشيو لماكس من بريزن كباستي. يطلع حوالي تسعين في المية. هلنا هفهمكو اكتر. اهو. دي بيسموها ديسنيا انديكس. اهو اجيبي البريزنج ريزيرف. البريزنج ريزيرف هسابته ازال اول يا شباب. ها? جبت الماكس من بريزن كباستي اللي هو مية وستين ايه لتر ده. وطرحت منه الايه? البالمونري فنتيليشن اللي احنا قلنا عليه قبل كده. اللي هو الحجم اللي خدته بالديب بريزنج والفاست. والحجم اللي انا اخدته في الكويت بريز. لما طرحتهم من بعد اداني حاجة اسمها بريزنج ريزيرف. طيب اجيب بقى البريزنج ريزيرف ده. هحطه فوق. واحطه تحتي الماكس من بريزن كباستي بيسموها ديسنيا انديكس. دي المفروض في النورمل تكون تسعين في المية. طيب افرد ان هي اهو. هضربها في المية طبعا. نعم اخيرها مش موجودة. ايه يا شباب السلام عليكم. ماليش انا دست على حق على الزرار فانه المحاضرة بسرعة وكنش لسه انا كملت اخر سلايد ده. انا نفكر لكم تاني كنا بنتكلم في ديناميك لانج فوليوم اللي انا دخلت فيها عامل الوقت. وقلنا انا في حاجتين مهمين اثنهم اللي هو البالمونري فينتيليشن اللي هو في الدقيقة مش في المرة الوحدة. وقلنا ان احنا حسبناها ازاي? انا بخلي الشخص احبت له الماوس بيس. واقول له تنفس عادي خالص لمدة دقيقة. اقوم الجهاز هيقيس اللي هو الخمسمية اللي هو المرة الوحدة. واضربهم في ايه? اضربهم في ستاشر اللي هو عدد مرات. يوم يطلع للايه التمن تلاف سي سي اللي هما حجم الهوة اللي قدر اتنفسه في الدقيقة. وانا قاعد في الكويت بريفين. اما المكسمم بريزين كباستي. هونا ده الماكسمم بوليوم اه اه اف ايل ذات كان بي انساباير او اكساباير. باي. باي فاست. انسابايريشن او اكسابايريشن فين في الديق الوحد? لو انها جاين. او 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 او. بس قلنا ان انا ما اقدرش اعمل ده طبعا لمدة دقيقة لان ما هدوخ. لانا باء اعمل ووشنج اوت لكمية كبيرة من الكاربين داكسايد وبالتالي يحصل لنا يحصل الدوخة فبخلي الجهاز الجهاز بيقيس في خلال 15 ثانية اوتوماتيك وبعدين يضرب في 4 علشان يطلعلي في الدقيقة وقلنا دي في الميل بتوصل ل160 لتر في الدقيقة لازم اقول الدقيقة لازم اقول الطايم والفي ميل بتوصل ل120 متر بعدين هنستفاد منه في ايه بقى هنحسب حاجة اسم ما اخلي بالكم معاضلات كتيرة يا والشان المالتي بتشويس والترو فولس اللي انا اطرحه من بعض اطرح الماكس من بريزن كابستي اطرح منها البالموند رفنترية طبعا هي الاكبر لان هي بديب مئا وستسين لتر اما التانية 8000 لتر لما اطرحهم من بعض يدينا حاجة اسمها لايه البريزنج ريزيرو طب باستفاد من البريزنج ريزيرو دي في ايه ان انا بعمل حاجة اسمها ريشيو. بس حاجة اسمها ايه? ديسنيا ريشيو. اللي انا بحط اهو تاني. احط ديسنيا انديكس. احط فوق. وحط المفروض اضربها في المفروض في الطبيعة تطلع حوالي تسعين في المية. طب افرض ان هي وصلت لسبعين في المية. ده بقول كده ده ان الشخص ده قاعد في ديسنيا. ديفيكالت بريزي. حلو كده يا شباب. يبقى اتشوفت الديناميك لانج فوليوم. قلت كزا واحدة. قلت الفورس كباستي. وقلت الا 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 واقلت المنت وقلت الماكس من بريزين كباستي واستفدنا منهم حسبنا حاجة اسمها بريزينج ريزيرف ومن بريزينج ريزيرف حسبنا حاجة اسمها الايه? الديسنيا انديكس. ماشا كده يا شباب بس ده تكملت الايه? اه المحاضرة. نشوفكم على خير ان شاء الله. هنجد اه بازن الله هحاول خلال الاسبوع ده اللي انا ابعت لكم اه علشان تبدأ تشتغلوا فيها طبعا ان الكورس بتاعكم او درجات كبيرة موجودة على طبعا. اه هتبقى حاجة بسيطة كده كل واحد يشتغل فيها ويبعت هال ان شاء الله ونتفق عليها بازن الله. ماشا يا شباب نشوفكم على خير ان شاء الله ويا رب تستفادوا من المحاضرة.